السلام عليكم تتبعين الكرام جريمة أخرى يهتز لها المغرب وهذه المرة بمدينة سلا حيث أنها اهتزت على جريمة قتل صباح عيد الأضحى والأمن يوقف المتورد تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا تنسيق مع عناصر فرقة مكافحة العصابات بنفس المدينة يوم الأحد عشر يوليوز الجاري من توقيف شخصين من دوي السوابق القضائية وذلك للشباف تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال سلاح الأبيض المفضي إلى الموت وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى دخول مشتبافهما في خلاف مع الضحية فجرى أول أمس الأحد بحيث شيخ المفضل بمدينة سلا لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض هذا الأخير لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاته لاحقا بالمستشفى المحلي وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبافهما وتوقيفهما تباعا بعد مرور وقت وجهز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وقد تم إيداع المشتبافهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفية الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ترجمة نانسي قنقر